عقد الرئيس عبدالفتح السيسي اجتماعا مع رئيس الوزراء ووزير الإسكان وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول استعراض الموقف التنفيذي للمشروعات القومية لوزارة الإسكان وقد وجه الرئيس السيسي بمواصلة العمل في مختلف مشروعات وزارة الإسكان على مستوى الجمهورية والانتهاء منها وفق الجداول الزمنية المحددة مع تطوير برامج التصويق وحزم التمويل الخاصة بالوحدات السكنية بهدف إتاحة المزيد منها لكافة الشرائح من المواطنين كما اطلع الرئيس السيسي على مستجدات العمل في مشروع التجل الأعظم فوق أرض السلام بسيناء في محيط جبلي موسى وسانت كاترين بكافة مكوناته الفندقية والسياحية والخدمية حيث وجه ببزل كافة الجهود لتقديم تلك البقعة المقدسة من أرض مصر للإنسانية ولجميع الزائرين من أنحاء العالم على نحو الأمثل تقديرا لقيمتها روحية الفريدة التي تنبع من كونها حاضنة للأديان السماوية السلثة كما تبع رئيس السيسي تطوير منطقة القهرة التاريخية والذي يهدف لاستعادة الوجه الحضري للقهرة بما فيها عملية التطوير الجارية في سور مجرى العيون وكذا تطوير مسجدي عمر بن العاص وسيدة رقية فضلا عن جهود تطوير القهرة الخدوية لجعلها منطقة جذب سياحي وترفيهي وثقافية لا سيما رفع كفاءة الميادين الرئيسية والمباني وتطوير حديقة الأسبكية التراثية إلى جانب تطوير منطقة مسلث مسبيرو ترجمة نانسي قنقر